وكذلك تصفية الأخلاق من سفاسفها من سفسافها يعني واحد والعياذ بالله بيسب الدين ده كفر بيتطاول على الصحابة دي زندق واحد بارك الله فيك شتام طعان لعان دي أخلاق موجه يبقى نهتم من موضوع التصفية إيه حكاية التصفية دي تصفية العقيدة من الكفريات والشركيات تصفية العبادات من البدعيات تصفية المعاملات من المخالفات تصفية الأخلاق من سفسافها والتربية تربية نفسي وأولادي وزقتي ومن أعول ومن أقدر من الأمة على الكتاب وصحيح السنة بفاهب سلف الأمة كان شيخنا الإمام الألباني رحمه الله يكثل من الدندنة في هاتين الكلمتين التصفية والتربية فالعلمة زي الإمام عبد الرحمن بن مهدي يحيى من المعين أحمد بن حنبل الأثرم أبو زرعة البخاري مسلم داود بن ماجة العلما في هذا الوقت زي العلمة أحمد شاكر العلمة الألباني العلمة اليماني العلمة أبو أسحاق الحويني العلمة حمد عمرو عبد اللطيف رحمه الله والعلمة مصطفى العذوي غيره العلمة علي حسن عبد الحبيد أين عبد العلمة مشهور سلمان إلى غير ذلك من هؤلاء العلمة أسبعيل الأنصاري العلمة حمد نعيم حمد الأنصاري رحمة الله عليه العلمة عبد المحسن بن حمد العباد دا عملوا غربلة غربلة عملوا نخل غربلوا نخلوا الحديث طلع الحديث الصحيح لذاته صحيح لغيره حسن لذاته حسن لغيره في جنب طلع الضعيف والموضوع والمضطرب والشازي والمنكر والباطل والواهي والذي لا أصل له في جنب وإحنا أخذناها كده جاهزة مع الشرق فنبدأ بقى نعلم أنفسنا ونعلم الناس بارك الله فيك في هذه الكيفية فدي موضوع التصفير وموضوع التربية نحمل بضاعة النبي ونتجول في الأمة فيها في الكفور والنجوع والقرى والأحياء والمدن نأخذ بيد الناس من الظلمات إلى النور من الكفر إلى الإيمان من الشرك إلى التوحيد من النفاق إلى الإخلاص من البدع إلى السنة من المعصية كبيرة كانت أو صغيرة إلى الطاعة وذلك إخلاصا لله تعالى الذي قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله المخلصين له الدين واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم حيث قال الله تعالى في شأن ذلك في آية الابتلاء من صورة العمران قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني احببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم لخذي كان لكم في رسول الله أسوة حسنة نعم وما أتاكم رفول فخذوا وما أتاكم أنه فانته إذن التصفية والتربية بارك الله فيه ترجمة نانسي قنقر